شفنا عدد كبير من الإشادات من مؤسسات دولية للاقتصاد المصري عايزة أقول الإشادات دي يعني إلى أي مدى بتأثر على الاقتصاد المصري أيضاً لماذا كل هذه الإشادات في هذه الفترة؟ ده دلالتوا إيه؟ من حيث المبدأ هل لهم الحق في ذلك ولا أ؟ وهل بيجابلون ولا أ؟ المؤسسات الدولية ما بتعرفش الجامل لأنهم عندهم فريق كبير جداً من الخبراء الحقيقيين إيه اللي بيحللوا ويدرسوا ويه بالتالي ما بيطلع تصريح بيبقى عارف بيعمل إيه والتصريح دي لازم يكون في موضوعهم يعني ميجي سندول نادي الدولي ويقول إن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا إيه اللي حققت معدل نموه موجب خلال الفترة لفتت الباقي كله سالم؟ آه فده شيء طيب آه الباقي السالم هل هو في نفس وضعنا ولا السالم في دول كبرى؟ اقتصادات كبرى ما تفرق بالنسبة لي؟ طبعاً هقولك أنا بس الأول باخد على مستوى المنطقة العربية بلومبرج بتقول إنه آه لا ده 17 دولة فقط على مستوى العالم هم اللي حققوا معدل نموه موجب الباقي كله سالم طيب مين أربع اقتصاد في العالم؟ أمريكا معدل نموه عنده شكله إيه؟ ناقل 6 وص في المية طب بريطانيا ناقل 6 و 6 من 10 طب فرنسا ناقل 7 و 2 من 10 اليونان ناقل 7 و 9 من 10 إيه ده؟ لا إبقى أنا متميز طب الصين عشان ده برضو الغوري الكبير الصين غاية 13 رفاته كان معدل وموجب بواحد و 2 من 10 وإحنا كنا 2 عشان كده رجعي بلومبرج تاني لفت وقالت لا ده مصر من بين أفضل 10 دول من حيث معدل النمو رغبني فيهم الصين وأمريكا وبريطانيا وفرنق فعشان كده ليهم حق يشيدوا آه الأرقام بتقول دعوات الأرقام ما بتعرفش تجذب الأرقام صريحة فعشان كده الناس من حيث المبدأ ليهم حق يشيدوا آه بس في حد ممكن يقول يا دكتور ما تقول كلام معقول يعني احنا أجدع من الناس دي كلها طب إيه السبب اللي خلاني أبقى كده السبب باختصار شديد إن الفترة بتاعت بداية الكورونا في مارس وإبريل وماي ويونيو الكلام ده كله كان العالم كله بيقول إيه؟ تبعده ويه؟ ما تروح الشغلك وقعد في بيتك ولو كان واحد عايز سلعة أو عسكاري بوليس وقف قدام البيت يأخذ مندوب من الأسرة يروح يجيب الأكل ويرجع مصر خلت سياسات مختلفة قالت أنا عندي مشكلتين يا طرأ أحسن أموت من الكورونا ولا موت من الجوع لأنا عايز أموت من دي ولا عايز أموت من دي أنا عايز أعيش فعشان كده مصر خلت سياسات زكية جدا قالت إيه؟ قالت أنا عندي معركتين معركة الكورونا وهتصدرها بالشكل الطبي والعلاجي وفي نفس الوقت عندي معركة التنمية فالدولة خلت فكرة جيد طيبة قوي قالت السيدات والفضليات اللي عندهم أطفال تحت الاثناشر أعودي رب ابنك وبنتك بقيت فريق العمل هنقسمه نصين نص يشتغل نص الأول من الأسبوع ونص ثاني يشتغل نص التاني وبالتالي الإنتاج تأثر ما تأثرش العملية الإنتاجية شغالة أو الاقتصاد شغال العجلة دايرة دايرة فده خدم مصر كتير في الفترة دي وخلى المؤشرات بتاعته تبقى طيبة وخلى الناس كلها تتريد دي خاصة أن في كتير من العمال في الحكومة وكلنا مدركين أن فيه بطالة مقنعة نتيجة فترة من الفترات كنا بناخد سياسات اجتماعية بتغلب على السياسات الاقتصادية يعني المصد على المفروض يشتغل بـ 200 واحد كلها بنشغل في 12 ألف واحد فلسه الناس دي موجودة أو بقى جزء لسه منهم موجود فلو النهاردة دزقت وفي قطاع برضو تأثر قوي خلينا نقول يعني ده على مستوى العالم جورد وايد يعني طبعا اللي هو السياحة والطيران ترجمة نانسي قنقر